بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشراف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصروات وأزقى التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد موضوع الدرس بعنوان عيد الاستقرار المجيد دروس وعبر يحل ببلادنا في الثامن عشر من نوانبل من كل سنة مناسبة وطنية جليلة ألا وهي عيد الاستقرار المجيد هذا العيد وهدي الذكرى الغالية تذكرنا دائما بإحداث جليلة بما قدمه قائد معركة الحريط والاستقرار أبو الوطنية جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه وخلد في الدارين ذكرى وبما عيث والث سر جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني رحمة الله عليه وأسكنه فسيح الجنات من تضحيات جسام في سبيل نصرة الدين وتحرير الوطن من يد الاستعمار كما تذكرنا من مواقف الشعب المغربي الأبي الذي توحدت كلمته ومواقفه وصفوفه في اتجاه واحد ألا وهو الدفاع عن كرامة الإنسان المغربي وحفاظا على هويته الإسلامية ووحدته الترابية وثوابته الوطنية والدينية وإخراج المستعمر الذي كان يطمع في طمس هوية هذا البلد المسلم واستغلال خيراته واستعباد أفراده وكما تعلمنا أن المغاربة مالكاً وشعباً ضحوا من أجل الخروج من ظلم المستعمر ضحوا بالغال والنفس من أجل الخروج من ظلم المستعمر ونيل الاستقلال والحرية والكرامة فالحرية هي أسما شيء يصب إليه الإنسان حتى يعيش إنسانيته ولتحقق كرامته والله عز وجل قد خلق الإنسان حراً وجعله مكرم قال عز من قائل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إلى آخر الآية إن الاستقلال ليس شعاراً فارغاً من محتوى ولا عنواناً خالياً من مضمونه وجوهده وأبعاده ومقاصده كلا لقد تحقق الاستقلال الفضل الله ومنته سبحانه وعونه عز وجل ولقد كانت الحاركة وطنية بقيادة الملك لمحمد الخامس ووارث سره الحسن الثاني رحمة الله عليهما ترتاكز في مواجهة الاستعمار على المنطلق الديني والبعد الإسلامي فلقد أعلنت الحركة آنذاك الجهاد المقدس على المتسلطين وكانت تنطلق العمليات النضالية من المسجد والزوايا وكان الأبطار المناضلون يبيتون ليلهم قائمين لله تعالى راكعين وساجدين يبتهلون ويدعون ربهم عز وجل حتى يوفقهم ويكرمهم بلقائه وبالشهادة بهذا جاء الاستقلال وجاء النصر المبين إن التذكير بعيد الاستقلال يعني تذكر الأمجاد وتحرير التاريخ واقتباس العبر والعظات من أحداثه والتاريخ ذاكرة الأمم ومن بعرقيها ونهوضها والاحتفال يعني الاستمرار على نهج الأسلاف في الذوذي عن حدود إسلام والمسلمين ورفع لواء شريعة الله عز وجل في الأرض والتمكين دينه ومنهجه القويم وهنا لا يفوتنا أن نشهد بذور جلات الملك محمد السادس حفظه الله تعالى وإيده ونصره الدور الفعال في جمع الشمل وتوحيد الكلمة وبما يبذله جلاته من أعمال جليلة ومساعي حميدة للنهوض بهذا البلد الأمين في مختلف الميادين العلمية والثقافية والاجتماعية والعمرانية وغيرها فعلينا أن نحمد الله عز وجل ونشكره على نعمة الإسلام وهداية الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى عامل بقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وأن نشكر بعد ذلك من أجر الله خير على يديه وطني والمواطنين والإسلام والمسلمين عامل بقول الله سبحانه هل جزاء الإحسان إدى الإحسان وقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله والشكر للناس يكون بالدعاء الخالس السليم والذكر الطيب الكريم والثناء الحسن والاعتراف بالجميل في القول والعمل فعلينا أن نحافظ على أخوتنا الدينية ووحدتنا الوطنية وعلى كل ما يصطح أحوالنا ويسعدنا دنيا وأخرى وأن نقول قولا سديدا هو الذي سيصطح إن شاء الله أعمالنا ويغفر ذنوبنا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصطح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أكتفي بهذا القدر إلى درس قادم إن شاء الله وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته